عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمان زهرة المطبخة التونسي اليوم بش نشارك معاكم وصفة تلبطوها مني برشة مرات واليومين سهر ربي بش نهبطها واللي هي الكرومب المحشي بش نزيد نودكم زادة بطريقة اعداد البصل المحشي بصراحة من ابن انواع الخضار اللي تنجموا تعملوا محشي هي البصل المحشي بالنسبة للطريقة اللي بش نتشاركها معاكم اليوم مراني نحب نقول لكم اللي هي من اول الوصفات اللي بديت نتعلمهم انا صغيرة جربت الوصفة على الطريقة المصرية على الطريقة السورية التركية بصراحة جربت كل الانواع وبعد سنين ومنين بش نعطيكم الوصفة على طريقتي انا تناسب الضوقة التونسي تابعوني الاخر الفيديو تونس فاسر لكم بالتفصيل كيفاش بايه اول حاجة اللي هنه بش ناخو كعبا كرومب ماذا بيكم تكون من حجم الكبير تكون مزيانة تكون نظيفة وخاصة تاخدوه الكرومب اللي يكون مفتح شوية هذاكا اذا مش متوفر تاخدو كعبة الكرومب اللي تكون مكعبرة اللي نعرفوها العادية روما يغير حتى يجوست هذية ورقتها اكبر وسهلة علينا في التفصيص متاحها كيما ريتوا بالسكينة عملت مربع في القعمورة متاحة باش نفصصها مليحة بسهولة وحتيتها تغلي في ماء ونغتيها ماذا بيكم الماء يغمها اكثر ما يمكن خليتها بش تغلي على راحتها وجيت الهنه بش نحضر البصل البصل هذي يخذيته لونور ابيض نجمه تاخده لونور ابيض وإلا الاصفر وإلا البرتقالي هذيكا المهم تاخدوه زادة كيف كيف شكله مزيان مستوي مكبوس وخاصة ماذا بيكم تاخدوه شكله بالطول هكا شوية باش بعديكا تلكعبة كي تتلفت جيم مزيانة ومعانتها والكل مي حتي يكونوا مدور ما يقلقش انتوكا نقشرها ملحش برشا للقشرة بالسكينة نجي باش نحلها في الوسط حد اشتر الكعبة ما نقسمهاش على ثمين معانتا حد النصف كهو بسكينة باش نعود نوريكم مرة اخرى اللي نقصيتها باش تبتو بالجداء ناخد بالسكينة في الوسط ونقص لحد هذيكا بالضبط في الوسط انتاع كعبة البصل ما نقسمهاش على ثمين باش بعديكا كيف نفصوا كعبة ولا نحلوا كعب الورقة متاع البصل تبدأ عنا كاملة زي دا كيف كيف لهنا بعد بقى الشرطهم باش نحطهم يغليوا في ماء ما ما فيه حتى شي وتقوي يغلية على نار قوية وبتبيعة نغتي حتيت لهنا كخمسة كعبات البصل من الحجم الكبير تعملي تبق مزيان لهنا بعد ما غلاء الماء تقريبا اربع ساعة باش نقلب كعبة الكروم باش القعمورة اللوطانية تطرع عنا ما تقعدش يابسة هذا في صورة ماء اذا الماء ما ما غمش الكعبة الكروم باش تخليتها درجين اخرين وباش رجحها الصنص العادي متاح اللي حطيتها فيه وباش نبدأ نفسس الاوراق متاع الكروم بنحلهم بالطريقة هذيكا كي نشوفهم داوية ترى ووقتها نبدأ نخرج بالوحدة بالوحدة بالنسبة لقداش تخليوها تغلي تقريبا نص ساعة وهوكا توعينكم ميزانكم كي تلقاوا الورقة بديت تطرع بالطريقة هذيكا تبدو تخرجوها بمغرفة وإلا بسكينة سهلة رايمة فيها حتى شاي وتحطوها على طبق وإلا في كيس كيس باش تتسقدر اذا حسيتوا الورقات اللي اللي مبعدهم مزالوا يابسينوا شوية تحلوهم هكا تعرف وتخليوهم خمسة دقائقه اخرين اللي ميزيدوا يترا ووقتها تخرجوهم بالطريقة هذيكا ساهلة مفاحة شايلين تكملوا كعبة الكروم بمتاعكم وجوزت القلب بدخليني هذيكا من داخل بيش توصلوا للورقات الصغار على الاخر ما تنجموش تعملوهم محشين هاوكا تنجمو تخبيوهم تحطو مفرجدير المنغدوة مثلا طيبوا بهم حاجة اخرى ولا إذا ما تسحقوهم شاوكا تطايشو انتو كماريتو العملية كيفاش ساهلة تفاضيو بالورقة بالورقة وين الورقة تلقاوها اطرات متخليوهاش الذوبة جوزت تخليوها تطرى وباش نجمو تشكلوها تخرجوها بالطريقة هذيكا وزادة نتفقد البصل كماريتو البصل ما يخوش برشا وقت عشرين دقيقة تلقاوها تحل هكاكا امرو واضحة كماريتو الكعبة تزيد تتحل الشقة ذاك اللي حالينة باش يزيد تتحل وكيف تتعملو الورقات هكاكا بيديكم تلقاوها تري وقتها اطف فيو عليه وما جيت لهنا باش نحضر الورقات متاع الكرمب باش نخلي البصل في الماء باش ما يبسوا شوي قودة تري ولهنا باش نجيب السكينة ما شاء الله الورقة كبيرة هكا عليش اخترت الورقة الكعبة هذية النوعات بتاع الكرمب باش نحي العرقة ذاك اللي في الوسطى ذاكا يبس باش نقسمها على ثمين وبعد نحطهم على بعضهم ونزيد نقسمهم على اربعة وراني الكرمب قد كما قلت لكم من اول الوصفات اللي بديت نتعلمهم في حياتي انا صغيرة جميع انواع اللي فخصة عملتهم الكل وبجميع الاحجام عملت الورقة هذيك اللي من غادي معتها اللي اشتر على كوبرها وعملته مقسمة على ثنين وعملت كما قلت لكم بارشا انواع متع دي فخص وان شاء الله بحكم العيد اقرب باش نتشارك معاكم موصفة من ابن ما تجربوا بالحق رهي بننا غير عادية تتماشى مع ايامات العيد الاضحاء المبارك ان شاء الله تنقصوها بالطريقة هذيك تنحيو العودة ذاك اللي في الوسط بعديك تقسموها على اربعة بالطريقة هذيك للي يحب الكعبة كبيرة تنجمو تعملوه على ثمين او عنتيتكم انا الحلول الزوز هكيك اللي ننكمل كعبة الكرمب اللي عندي لكل كنتو ما والحجم متاحة نلحق باش نعمل كمية كبيرة خاطر انا من عشاق الكرمب والبصل المحشي دونك الكمية بشتفوها كبيرة شوية بالنسبة للبصل نخرجوا لهنا من الماء سخون وكي ما تشوفوا رهي ساهلة التفصيص متاحة على الاخر الورقة الولانية بيتكم عادية بسهولة والثانية بالمغرفة هكا كي ما تشوفوا الدخلو المغرفة تقعوا روها هكا تجي عندكم ساهلة ما فيه حتى شي وخاصة تكون هكا طيبة اللي الكعبة اللي بصلة كي ما تردوا بالكم خليها الضوب ولا الطيب اكثر من حدها راي الضوب ما تنجموش تتحصلوا على ورقة كيكا مستوية ومزيانة كي ما قلتلكم انهايتها رهو نص ساعة ماكس معتا كي ما تعرفوا البصل ما يخوش برشا وقت في الطيب اتكملوا قد تفرغوهم ولا تفصصوهم ولا تنحيوهم ولا تفرزوهم بالطريقة هذيك كي ما ريتوا ساهلة التصويرة تحكي وحدها مفصلة وكاكا شو يخوض للقلب الدخليني متاحا تنجمو تستغلوها تزيدوه في الفاخص وهذا هي الكمية متاع البصل اللي عندي لكلية متاح خمسة كعبات ونجي لهنا بجي نحضر الفاخص عندي ارطل روز ابيض مكعبر بالطريقة هذيكا لكن يا جماعة ما تقلقوش اذا ما عندكم شو الروز هذيكا تستعملوا اي نوع روز عندكم اي نوع اللبيض اللي بالبخار اي نوع اي نوع عندكم تستعملوه رام يقلق حتى شي جزت الوصفة الاصلية مثلا كي ما يقولوا على الطريق المصرية ولا السورية يستعملوا الروز وهذا كي يسموه روز المصري عندي لهنا زادة كيف كيف يفرطل الحم مفروم كان مكانجل خرجتو من الليل بشا كاذو بفراحتو هنحط قد الروز قد الحم المفروم حتيت لهنا كمية باهم تعام عدنوس يكون مقصوص مفروم يعني ناعم جدا عندي لهنا بصلة كبيرة مفرومة مش مقصوصة مفرومة وقلا ترحيوها حتيت لهنا مي وعادل مغرفة كبيرة لك مش مكاومة طماطم لك مش نزيد شويه وحتيت لهنا مغرفة كبيرة ثوم بالنسبة للفحات لهنا بش نحط ملح بش نحط كركم تابل تونسي ونعناع شايح ملعقة صغيرة مكاومة من كل نوع لهنا قلت لكم راني بش نعمل لكم على الضوق التونسي حتيت لهنا مغرفة صغيرة هريسة عربي ورشا في الفلكحل في مصر وإلا في بلاد الشام يحطوا لهنا حتيت شويه زيتونة يحطوا الصماق يحطوا دبس الرمان الحق جربتهم الطرق لكليكا جربتهم أنا في الدار وجربت ضقتهم في المطعم متاحهم بصراحة وللأمانة مع احترامي يعني المصر وبلاد الشام الطعم متاحها لا يتماشى مع الضوق التونسي خطر طعمتها حامضة وحادة برشا نحن صحيح نحبو الحاجات الحارة والهريسة والفلفل والكل لكن الحاجات الحامضة الحادة منحبوهاش برشا هكي عليش أعملت الطريقة اللي تتماشى مع الضوق التونسي بالفحات متاعنا بالهريسة العربي متاعنا جربوا الطريقة هذية وذكروني وكان قالوا لكم عليش قولوا إيمان زارت المطفق التونسي قالتنا خطر بالحق إذا تحطوا دبس الرمان والخل والصماق راي مهيش بيش تعجبكم أو للأمانة وخذوها مني راني بعد سنين ومنين من التجرب ومن ضقت برشا وصفيت والكل به لهنا نعجنها مليح مليح الفاخص متاعي كماريت وزدتها شوية تماطم هكا للون عجنتها مليح وخليتها على شيرة وجيت لهنا بش ناخد الطنجرة اللي بش نطيبها حطيت فلقاعة شوية ورقات من الكرومب وعندي ثلاثة ولا أربعة كثلاثة متاع أعجل ولا لحم على لوش ولا لحمات هكا راهي تبنن لكن اختياري تنجم وتستغنوا عليها حطيتها فلقاعة متاع الطنجرة خليتها على شيرة وجيت لهنا بش نحشي كعبات الكرومب متاعي بالنسبة للجان ناخدها ككمية صغيرة ونشكلها بالطريقة هذيكا فما اللي يحبها شكلها مستوي مصطرة شكل مربع ومستطيل كيف ما تحبوا أنا نحب نخليها كيف ما هي خطر زايد بش نقصها خطر بصراحة هي خضرة والكرومب بنين وشكلها ما يقلق شراء والكل بش تتحط الكعبة بجنب بختها ما يقلق حط شاي فما اللي يحب يلفها بالطريقة هذي يعني وريدكم الطريقة ويجيها كملفوفة وصغيرة وراهو ما يغير حتى شاي في الطعمة والبنة متاع الرسات كل حد يشكلها ويلفها بالطريقة اللي يحب عليها أنا حبيت نلفها على كبرها هكاكا كي ما هي بعد ما لفيتهم وحشيتهم بالكداي كعبات الكرومب جيت لهنا بش نحطهم بش نبدأ رصفهم في القاعة متاع الطنجرة ماذا بيكم طنجرة ما تلصقش ماذا بيكم طنجرة تكون غارقة باش هاوكا قدمت علي ويبدأ ما عطا ترفع لكم الكمية لكليكم متنساوش بعديك بش تحطوا الصوس راي بش ترتفع وكم الكمية بش تكون كبيرة ما شاء الله نعاوض نقول لكم بالنسبة للكتلات متاع العجل والبقري واللحمات هكا دي كوب متاع الحم راي تبنن عن الاخر لكن اختيار يتنجموا تستغنوا عليها ونحط لهنا يقرصفهم بالكداي وننزل هكا ونلزهم لبعضهم بش ما يتحلوش كي مريتو ونعاوض نقول لكم راهو الشكل مهوش مهم على خاطر الكل بش يلس كله بعضهم واشترهم بش يذوبوا كالزاواء دا بيك بعد ما حتيتهم رصفتهم بالكداي في الطنجرة بش نجي لهنا بش نحشي اللي بصل متاعي من أسهل ما فما تحطوا الفخص الكمية اللي تحبوا عليها متوسطة لهي برشا ولهي صغيرة وتشكلوها الساهلة ما في حتشا وترجع شكلها الورقة تتلف وحدها فما اللي يحب الفخص شوي هكا دي بالدوب فما اللي يحب برشا انا نحبها متوسطة ما نحبش شوية نحب كي نذوق نتعم الفخص نتعم الحم نتعم الروز والمعدنوس والفحات والخضرة زادة اللي لفيتها باها صدقوني الهنا يراني نعطيكم في الزبدة والروح متاع الرسات بعد سنين ومنين جربوا الوصفة هذية وتذكروني لقبلها ولا بعدها نكمل الهنا نشكلهم بالطريقة كيما تشوفوا ساهلة حتيتها في الطبق هذي باش نطيب البصل باش نطيبو في فور والكروم باش نطيبو على الغاز كيما تشوفوا الهنا منظر وقدش ما سمحهم ومزينهم وصدقوني اللي بصل لراه وابن حاجة نجمو تعملوها محشي الهنا بحكم عملت بزايد وفضل عندي الفخص قريت بحسابي اخذيت كعبات قراعة اخذر بوت الزينا في تونس نحنا نسميه بوت الزينا وفما اللي يسميها كوسة في بعض البلدان العربية قع وردها وباش نجي لهنا نكمل نحشيهم ما عندكمش قراعة تنجمو تحطوا فلفل ما عندكمش فلفل تنجمو تحطوا بطاطا ما عندكمش بطاطا تنجمو تعملو ورق عينب تماطم اللي تحبو نكمل لهنا نحشيهم بالطريقة هذيك اللي ننكمل الفخص اللي عندي لكوليك وبصراحة انا من عشاق الخضار اللي محشي هكيا ليش عملت بزايد ياسر بنا خاصة بالرسات هذيك كيما قلت لكم على الطريقة التنسية راه يجي بنا غير عادية كانت تفكروا جيراني الاتراك اللي ذوقتهم ما كلتنا التنسية فاغمي الحاجات اللي رجعو هالي البصل والخضار محشية ذقتها عندهم وولكل عملت انا خضار محشي ومنها البصل المحشي والفلفل محشي ذوقتهم قاعد ويجروا في جورتي باش يعرفوا الرسات كيفاش حذرتها اللي هما الاتراك مارو فين زادة بالخضار محشية عجبتهم على اللخر باش تعرفوا اللي طريقة عالطريقة التنسية قبن بألف مرة بصراحة لهنا باش نحضر الرسال الصوس حتيت شوية مطمتم سائلة وشوية مطمتم كعب حتيت مغرفة كبيرة ثوم حتيت شوية ملفحات اللي حتيتهم شوية هروس شوية كركم ملح وفلفل اكحل الثوم يبنن زادة ومرقتها بالماء هكا تعملوا بزايد خطر عندي كمية بزايد باش خليها تسخن تقريبا خمسة عشر دقايق جوست باش تعاوني بعدي كفتاتيب ونحط هاش باردة ونصب لهنا نخلتها مليح مليح ونصب على الكرمب والقرع اللي رصفتهم في الفتانجرة كيف كيف زادة لهنا باش نصب على البصل وفضلت شوية من السوس باش تسيجامي نشحت الخضراء باش نزيدها شوية من قوات شامبان ولا حاجة لهنا اللي بصل الفور يسخن على ميتين درجة مفوقه ملوتا نغتيب وباش نحطه يتيب تقريبا نص ساعة ولهنا باش نحط الخضراء اللي حشيتها باش نحط عليها اسحن ملفوق باش يرزنها يفقلها وباش على عليها النار على نار هادية وباش تطيب ونتفقدوها بحكم القرع ملفوق حبيت نقلبوه بطريقة هذيكة اذا تحسوا ما تستحقوش باش تقلبوه ما تقلبوهوش ها لهنا هذي بعض نص ساعة من اللي هو يتيب جيت نقلبو باش نخليه كامل يتيب اللي نتعرفو اللي الحمام بتاعكم طاب اللي ملوتا والفاخص والخضراء لكليكا ونشحت على المام بتاحها ووقفت وقتها اتطفيوا عليها لهنا اللي بصل بتاعنا طاب وريحته فاحت خرجته ملفور خليته جستي برد شوية وباش نحط لهنا فصحا اللي الامانة راوا الفيديو هذي افطرت على مارتين افطرت وانا قاعد نصاور لكم تلمون بالحق بنا لا تقاوم كل مرة نضوق من حاجة نضوق من حاجة وبعد يكا حتينا الكل مع بعض باش نعطيكم اس ديو سراحو انا كيف ناكل البصل ولا الكرومب ولا الحاجات المحشية هذيه ابن حاجة نحب نعدي معاها هي البن اه يعجبني على الاخر نجمة عملوا معاها نعرش شربة ولا اللي تحبوا ميانا نحب معايا كاس البن ونبدأ نعدي به يجيه بنا غير عادية اذا يلي بصلم تعنا كتاب والله راه يجيه بنا عصال شو نحكي لكم جربوا جربوا ذكروني بالحق وصفة يعني يسر بنا صحية ما تتكلفش برشا نهيت هرطل الحم وخاصة كيما قلت لكم انا راني عملت كمية بزيت نجمة تقسموا الكمية كلها على اثنين ماتين وخمسين جرام روز وماتين وخمسين جرام الحمى فرون عبيت نوريكم الفخص من داخل والهني قربت لكم كعيبة بصلي شوفوا لي كل بنا ووزينا متاحا بالحق نودكم ولا نشاهيكم يسر بنا ويسر فيحا واللي سباغوا لكل كاتتخلت مع بعضها وتجي في فم واحد بالحق جربوها وتذكروني يلزمني نشاهيكم ما نسيبكم اللي ما تجربوها الوصفة لهني الطنجرة متاعي طابت زي دا كيف كيف مش ناخد بقو بش نقلبها وتشوفوا المنظر متاحا بصراحة زي دا اي شاهي بطبيعة ديك كيف فاضت الله غالب اعذروني المنظر بحكم الصوص طابت بقبقوا الكل دونك بش تهبت على الجناب حاجة لا بد منها انا حبيتها تكون ناضجة ومباشا انتا شوفوا الطنجرة اللي هنا خرجت نضيفة ما شاء الله هكا عليش زي داخذي الطنجرة ما تلسقش باش ما تلسقليش واذا ليس قطره ما يقلقش ونجي الهناء نحل هاكا من بعضها وتهبت هاك الخضرة واك الريحة لكلها تطلع واك البينا بالحق لازم تجربوها بنا غير عادية كما قلت لكم فما لي حبها هاكا تخلي شوية صوص اني نحبها راني مباشمتها شوية من فوق هاكي ليش خليتها نشحت بلق دي كما ريت وتبقى امتاع البصل حسين وماشين جايين لنزوهم من بحدي اخلطت علي الباقي بالصيف بنا بنا بصراحة جربوها يا جماعة ونعود ونقلو لكم هذي على طريقتي بعد سنين ومنين ومباشا تجارب نعطيكم ونودكم برسات هذي جربوها وذكروني كل حمي جي طايب زبدة الخضرة زادة كيف كيف لازم اتجاربوها وترجعوا لي لاخبر وخلو لي رايكو في كومنتر وبتبيع ما تنسوش اتبارتجيو الفيديو هذي وترجعوني بالجيم والبختاج شوفو ليك الوحدة دي كيفيش مباشمتها تعمل الكيف وكها وش هي طايب الناس لكله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته